أحدى عشر يوماً بعد المئة حرب تخطت المد المتعارف عليها إسرائيلياً بالمئة يوم لأي حرب خضتها إسرائيل سابقاً بما يؤكد أنها ليست كأي من سابقاتها وقد لا تكون كأي من لاحقاتها 111 يوماً على حرب غزة وعلى وقعها تتزايد مخاطر اتساع رقعة النزاع ولسيماً على الحدود اللبنانية التي تشهد تبادل إطلاق نار يومياً بين إسرائيل وحزب الله وفصائل أخرى وفي البحر الأحمر ومحيط مضيق باب المندب مع هجمات الحوثيين اليمنيين والمناوشات المتبادلة بالعراق والعمليات النوعية بسوريا ولبنان مشهد متشابك سنبدأ بمحاولة استقراء أحداثياته على الأرض مع لواء الدكتور السيد غنيم زميل أكاديميات ناصر العسكرية العليا ورئيس معهد شؤون الأمن العالمي والدفاع والأستاذ زائر بالنيتو والأكاديمية العسكرية الملكية ببريكسال أهلا وسهلا فيك دكتور إذن مثل ما قلنا 111 يوم الأحداثيات على الأرض عم تتغير شو شفت اليوم شي جديد أهلا وسهلا فندم يعني اللي أنا أقدر أقول أن أنا أخرج بيه من ملاحظة أن الهجمات أو القصفات الجوال الإسرائيلية تتراوح ما بين الزيادة والنقصان بشكل عام وما بين التركيز طارة على شمال القطاع وطارة على وسطه وجنوبه بشكل خاص الأمر الآخر المناطق التي تنسى من الاشتباك تظهر فجأة يعني بالله إفتل الهوى حضرتك لو تتذكري كانت تقريبا منسية تظهر فجأة يعني نقول بفعل أو بتصرف من الجانب الفلسطيني أكتر جبالها البلد ظهرت تاني من فترة وبدأ يعود إليها القصف الجوي والرد الفلسطيني طبعا بيت لهيا كذلك مع أنها بأول الشمال يعني بعد مفتو بالضبط فندم بالضبط في تركيز في الوسط عن نصيرات وعلى المغازي لا ننسى ما حدث في المغازي الذي قتل فيه ما يتراوح من 15 إلى 21 ويقال أعداد أخرى من الجلول الإسرائيليين بهذا الخطأ الذي تم أو باستهداف من فرض فلسطيني مقاتل فلسطيني فالمغازي والنصيرات معليهم قصف الجو جديد واشتباكات موجودة وبحث مدهمات شديدة لغاية خان يونس ورفح بلا شك قصفات الجوية لما بنبص على الشمال بنلاقي أن ضرب الهواء عفوا الفندم تل الهواء ده اللي كان التركيز بالمدفعية الإسرائيلية أكثر أنه فيه لواء ومجموعة مدفعية داعمين في الشمال لتقليل استخدام الهجمات الجوية الجانب الفلسطيني بدأ يزداد عنده سقاط المسيارات أو الحصول عليها سواء بتدميرها بصواريخ أرض الجو أو الحصول عليها سواء برضو بالصواريخ أو بالوسائل الترونية التي تعمل على الإعاقة ثم التشتيد ثم الاستلاق عليها سليمة وده بيفيدها بالتأكيد سواء المعلومات أو مشاكل أو بخير في عيان حتى الطائرات المسيرة وحتى أسلحة أخرى عم يعيدوا استخدامها عندما يتم استحواذهم عليها من الجيش الإسرائيلي ولكن هناك حدث إذا قدرت أفهم الفكرة بكاملها بما حضرتك تفضلت فيه يعني عم يعاد التركيز على بعض المناطق حسب التصرفات الفصائل المسلحة على الأرض هل هذا يعني أن إسرائيل تتعامل مع ما يجري على الأرض عند وقوعه من دون خطة مسبقة؟ السؤال ده من أفضل الأسئلة بصراحة يعني ده هيجاوب على نقطة مهمة تخص الجانبين بيفكروا إزاي أنا دايما أقول إن إسرائيل فيها أربع نقاط ضعف رأسية من ضمنهم لو عدوا إسرائيلي عدوا لإسرائيل وضعهم فيه فهو قاتل وهو تحويله من الفعل إلى رد الفعل الوضع دائما تحت ضغط قوة إسرائيل بتظهر عندما يكون في موضع الفعل وليس رد ضد الفعل ونرى الفارق ما بين 7 أكتوبر وما بين مثلا 7 يناير على سبيل المثال في أوضاع القوات لأنه بيحاول يمتلك المبادئة تلاقي المبادئة تعطيه قوة الفعل الجانب الفلسطيني بيحاول يعمل إيه؟ أنا قوة اللي هو بنسميه العامل القوة أقل بكتير عامل الأرض بقى هو يستولع الجانب السرائيلي يستولع على فوق الأرض أو متوغل بحجم كبير ومتوغل في بعض الأنفاق التي ماذا لو اكتشف عشرات كيلومترات ما بين مئات كيلومترات فبيفكر إزاي إنه هو يسحب منه عامل المبادئة إزاي بيعمل كده؟ إنه فجأة من حيث لا يحتسب من أماكن توقع أنها انتهت أحياناً بتكون طبعاً هو ما يقدرش يعمل في كل اتجاهات حسب القدرة لأنه أكيد الجانب السرائيلي استنفذ الفصائل الفلسطيني في بعض قدرتها إلا إنه بيقدر يركز بالقوة الأقل حتى التي استنزفت من أماكن أخرى فيستغل نقطة الضعف الخطيرة في الجانب السرائيلي دمنا أربع نقطة ضعف ودي عسكرية بحتة وسياسية على فكرة وأمنية كمان إنه هو يظهر له من أماكن لا يتوقع عشان يشتت له جهوده ويضع دايماً في محل رد الفعل نعم شكراً جزيلاً لهذا التوضيح فيما يختص بمخيم المغازي كتائب القسام لازالت هناك لماذا برأيك؟ كويس فندم كيف تمت عملية المغازي الذي قتل فيها 21 إسرائيلي تفتكر التخفيف التفخيخ الذي كان تم من ثلاث أيام تقريباً المغازي فندم فيها الوسط كله في مستين ثم نرجع لمخيم المغازي الوسط كله في ميزة أنه أهم منطقة ستضع من أهم المناطق التي تضع إسرائيل عينها عليها كمنطقة عزلة لأنها تمكم الانتشار للشمال ومن الجنوب كقطاع الوسط في حد ذاته يصلح قوي لبناء أي مناطق عزلة مستجدة مخيم المغازي بموقعه القريب من غلاف غزة يهدد بشدة خارج الغلاف نحن نقول أن المستوطني إسرائيليين رفضين يقربوا من الغلاف لأنهم شعرين بالخطر أنا لو إسرائيل أنا لو ما كان إسرائيل وأمنت كل المخيمات على الحدود هذا بيضعف من الجانب الفلسطيني فيه تأثيره على من هو خارج الغلاف ما هي 7 أكتوبة التأثير على خارج الغلاف ولذلك أيضاً فصائل الفلسطينية تحاول أن تركز على زي الشجعية مهمة بيت حنون مهمة المغازي مهمة للغاية كل ما هو قريب زي مثلاً رفح واضح يعني هو ما يجاور غلاف غزة ده من ضمن الأهمية نعم ذكرت حضرتك العملية لقتل فيها أكتر من 20 جندي إسرائيلي ولكن لاحظنا دكتور بالأمن الأخيرة إسرائيل تتأخر بإصدار البيانات أو المعلومات عن العمليات التي تجري في القطاع لماذا هذا التأني برأيك؟ خلينا أقول الجانب اللي في صالحه والجانب اللي ضده الجانب اللي في صالحه أنه ده منطقي جداً لأي جهة تحقق أن الإعلان ببقى قاصد به أصل إلى أفضل وأضق نتيجة ممكنة من التحقيق لأنني سأواجه الرأي العام ولا أريد بقدر المستطاع أن أكون كاذباً أو أحافظ على ما تبقى لي من مصدقية أو ما أملكه من مصدقية الجانب الآخر لصالح العمليات يعني مثلاً نقول دايماً لو تم اكتشاف جاسوس لا يعلن عنه مباشرة لحد ما نشوف من هم موراء لو تم برضو تنفيذ مهمة في مكان معين قد يكون جزء من الجانب اللي يشاكك أو لم يتم التواصل مع من كان يقاتل هنا فلصالح العمليات إذا لتكون الصورة شاملة بتكون الصورة شاملة ولصالح أمن العمليات بسمية تأمين القتال الأمر الثالث أيضاً حتى تم إنجاز المهمة يعني أنا نفست جزء منها ما ينفعش أن أنا كل خمس دقائق أعلن ما نفسته لأن القتال لا يكون لايف مش زي ما احنا بنتكلم على الهواء الآن لأن لي خصيته ولي مراحل بيتم التنفيذ عليها نعم نعم